موسيقى بسم الآب والابن الروح الكدس الله الواحد أمين اليوم الثالث من شهر أبيب المبارك رسالة ربنا لك أن لك هذه القوة هذا الكنز هذه النصرة هذا الروح هذه الرعاية هذه البركة هذه النعمة كلها موضوعة لك في أواني الخزافية يعني ربنا عايز يقولك إن كنت أنت أيضاً آنية خزافية سهلت الكسر ليست لها قيمة لأنها تظل في الأرض تراب ولكن القيمة الحقيقية ليس في الخارج ولكن في الداخل لأنه ربنا عايز يؤيدك بالقوة في إنسانك الباطل ربنا عايز يؤيدك بالقوة في إنسانك الباطل علشان لما يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم هتقدر بكل تأكيد تفهم إرادة الله الصالحة هتفهم مع جميع القديسين ما هو الطول والعمق والعلو والارتفاع الذي لمحبة المسيح فائقة المعرفة فتمتلئه إلى كل ملء الله القادر أن يفعل أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا فإذا هناك قوة هناك نعمة هناك بركة هناك عمل إلهي يحل بالإيمان في قلوبكم وهذا الإيمان الذي لك هو قوتك وبالتالي هنا حينما تواجه مشكلات العالم لو أتفكر أبداً في تفكيرك الشخصي وقوتك الشخصية وإمكانياتك الشخصية لكن فكر في القوة الحقيقية التي لك القوة الحقيقية التي لك هي إيه؟ أن الله معك أن الله هو قوتك أن الله هو صخرتك أن الله هو ينظر إليك ويرعاك وبالتالي يكون لنا هذا الكنز الذي لنا في أواني خزافية ليه؟ علشان لا يكون الفضل منا علشان الإنسان لا يفتخر ولكن يكون الفضل هو لله علشان الناس يمجدوا الله في كل عمل يكون المجد لله في كل شيء يكون حياتنا هي عبارة عن تمجيد لله في هذه الحياة عشان الله هو الممجد في مشهورة القديسين أي أن الله هو الممجد في حياتك الشخصية هل تمجد الله في حياتك وترفع اسمه عالياً علشان هو دي رسالتك وهو دي رسالة ربنا ليك النهاردة ربنا يبركك وحافظ عليكم إلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أ Wildro ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة